الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله وعلى أكبر الله وعلى أكبر الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها صدق الله العلي العظيم ينقل أنه في مجلس كان هناك عالم كبير ذو شخصية اجتماعية مرموقة وكان شخص آخر أيضا ليس بتلك الدرجة العلمية ولا له تلك الشخصية الاجتماعية أيضا فدار نقاش بين هذا العالم وذاك الشخص نقاش علمي هذا العالم الكبير كان يناقش بأدب ذاك الشخص شيئا فشيئا بدأ يحتد في النقاش ويقول كلمات غير مناسبة إلى أن احتد كثيرا فقال كلمة جارحة مهينة لذلك العالم وأمام الحضور هذا العالم سكت ما رد بشيء ثم تبين في وجه هذا العالم أنه يوجد في داخله شيء تفكير فكره مشغول يفكر في شيء وبعد لحظات قام هذا العالم وتوجه إلى ذلك الرجل فأخذ العالم يد الرجل وقبلها وخرج وخرج معه بعض أصحابه فلما خرجوا الموقف كان غريب جدا ذاك أهان هذا يأتي قبل يد ذاك وهذا عالم شخصيته الاجتماعية شخصية رفيعة فلما خرج أصحابه أصحاب هذا العالم لا موه لماذا صنعت أنت هذا الصنع هو أهانك المفروض أنه هو يأتي ويعتذر منك ناهيك عن مكانتك الألمية ناهيك عن مقامك الاجتماعي ثم أنت تذهب وتقبل يده ما هذا التصرف ما المبرر لهذا التصرف قال أنا عندما تكلم ذلك الرجل بهذه الكلمة النابية هذه الإهانة داخلي أثيرة نار الغضب أنا ما قلت له شيئاً لماذا يقول عني هكذا شيء أنا أناقشه بأدب حالة غليان في داخلي أحسست أنه في داخلي يوجد ضغط رد عليه وأنت تتمكن أن ترد عليه تتمكن علمياً أن تسحقه اجتماعياً عند الله عز وجل إذا رددت كلامه بكلام مثله جائز فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عرفاً اجتماعياً أنت إذا رددت عليه ما سمعته شيئاً غلط أنه هو ابتدأ فصارت في داخلي حالة غليان نار مشتعل أني أرد عليه فعلمت أن هذه هي النفس التي تشجعني على ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى الله في هكذا موارد يحب العافو قضية شخصية ليست قضية دينية في القضايا الشخصية الله سبحانه وتعالى يحب العافو فهذا الذي يأمرني من داخلي هذه نفسي فصرت في داخلي أخاطبها بأنني لا أفعل أنا لا أرد عليه فأحسست توجد هناك قوة ضاغطة في داخلي خاطبت نفسي قلت لها ما دمتي تأمرينني بهذا الشيء الذي لا يحبه الله وبهذا الضغط أنا سأعكس سأعاقبك فبدل أن أهينه سأحترمه ولا احتراما عاديا إنما أحترمه احتراما كبيرا أنا واقف أنا عالم هو جالس أخذت يده وقبلت يده لماذا صنعت هذا الشيء؟ لكي أؤدب هذه النفس كي لا تأمرني مرة أخرى بهكذا أوامر سيئة في الأسبوع الماضي تحدثنا عن شركة موجودة في نفس كل إنسان بين الإنسان نفسه بين أنا هذه الشركة وجودي كل وجودي وبين موظفة في هذه الشركة وهي نفس الإنسان وهذه الموظفة بيدها مصير الإنسان إن لم تكبت قوية جدا قوية التأثير من الممكن أن تخسر هذه الشركة من الممكن أن تربح هذه الشركة قلنا أنه يلزم أن تعامل النفس ضمن خطوات أربعة ذكرنا ثلاثة منها وبقيت الخطوة الرابعة الخطوة الأولى المعاقدة معها توقيع عاقدة مع هذه النفس وبصورة يومية الخطوة الثانية المراقبة لها الخطوة الثالثة المحاسبة اليومية على الأقل يومية المحاسبة اليومية للنفس تحدثنا بعض الشيء بسرعة طبعا عن هذه النقاط الثلاث وهذه الخطوات الثلاث بقيت الخطوة الرابعة التي ينبغي بل يلزم بل ضرورة أن يخطو الإنسان هذه الخطوة الرابعة أيضاً مع هذه الموظفة التي اسمها النفس وهي المعاقبة إذا أخطأت هذه خطوة ينبغي أن يخطوها الإنسان مع هذه الموظفة بل يلزم بل هي ضرورة معاقبتها الإنسان يستحب لا أقول يستحب شرعاً أحياناً يستحب شرعاً أحياناً شيء محبوب إجمالاً يستحب له أن يعامل الموظفين معامل مرنة ولكن هذه الموظفة التي اسمها النفس لا عامل الآخرين معامل مرنة معامل بلوطف أم هذه الموظفة التي اسمها النفس أبداً عاملها بكل دقة حاسبها على أصغر شيء وإن صدر منها شيء زلة خسارة لهذه الشركة التي اسمها أنا واسمها أنت واسمها هو إن صدر منها شيء خطأ خسارة خسارة معدية خسارة معنوية خسارة أخوية الذنوب هكذا فعاقبها هنا سؤالان السؤال الأول متى نعاقبها السؤال الثاني كيف نعاقبها أما السؤال الأول متى نعاقبها الجواب على ذلك عاقبها فوراً الآن التفت إلى أن هذه النفس خسرتك أوقعتك في الحرام أوقعتك في عمل قبيح لا يحبه الله سبحانه وتعالى الآن عاقبها عندما تنتبه بأن هذه النفس أضرتك لا تؤجل العقاب هناك روايات عديدة إحداها خلاصة هذه الرواية الشريفة لعله يستفاد هذا المعنى من هذه الرواية الشريفة أنه النهار كله نهار النهار يأتي قطعة واحدة في يوم القيامة هذا النهار الذي نحن اليوم فيه يأتي أمامي يوم القيامة أمامي وأمام كل شخص كان موجوداً في هذا النهار يأتي قطعة واحدة هذا النهار إجماليه أنا ربحان أم خاسر رابح أم خاسر يظهر لي في يوم القيامة والليل تظهر لي في يوم القيامة أيضاً قطعة واحدة الليلة في كل ليلة خلاصة هذه الليلة أنت رابح أم خاسر هذا يظهر لي في يوم القيامة إجماليه الحساب أرباح خسائر بالنتيجة في هذا النهار أنت رابح أم خاسر هذا يظهر لي في يوم القيامة يأتي هذا النهار الذي نحن فيه يأتي أمامي يوم القيامة إما يفرحني أو يحزنني فإذا علم الإنسان أنه ارتكب شيئا قبيحا أمام الله عز وجل فورا عاقب حتى لا يأتي هذا النهار وحسابك الخسارة ربح غير المعادلة لا تؤجل مشكلة النهار هذا إلى الليل في الليل تجبر هذه المشكلة لا صنعت شيئا بعيد عنكم شخص صنع شيئا محرما في النهار في النهار يجبر في هذا النهار نفسه يغير المعادلة في نفس الوقت تأجيل عقوبة هذه النفس خطأ الإنسان ارتكب معصية ارتكب عملا سيئا بعد نصف ساعة التفت أنه هذا العمل كان سيئا حيانا يصنف في نفس الوقت لا يلتفت لشدة الغضب لفورة الشهوة لأمثال ذلك لا يلتفت أنه أخطأ بعد نصف ساعة يلتفت بعد ساعة يلتفت فورا عاقب السؤال الأول متى نعاقب هذه الموظفة الجواب على ذلك فورا السؤال الثاني كيف نعاقبها هذا العالم عاقب نفسه بهذه الطريقة أغضبها مسحها لا أقول أغضبها فقط مسحها بالأرض هذه النفس دمرها هذه النفس بعد هذه القضية تفكر ألف مرة أنه تخدع هذا الرجل أم لا سحقت انداسها تحت قدمه عاقبها هذا العالم بهذه الطريقة هل هذه الطريقة مناسبة لكل شخص لا هل هذه الطريقة مناسبة لكل ظرف لا إذن كيف نعاقب النفس نفس الإنسان أسقطت الإنسان في ذنب في معصية في عمل قبيحة حتى لو لم يكن معصية قبيحة أمام الله عز وجل كيف نعاقبها عقاب هذه النفس هذه الموظفة طرقه كثيرة لا كثيرة جدا لماذا أقول كثيرة جدا لأن هذه النفس لها أبعاد كثيرة في كل بعد ضربت هذه النفس ضربة فأنت عاقدتها وشير إلى بعض الطرق بعض الأساليب لعقاب هذه النفس التي أسقطت الإنسان في حفرة اسمه هذه الحفرة معصية اسمه هذه الحفرة عمل قبيح خسرت خسرت هذه الشركة عاقبها كيف تعاقبها أولا الاستغفار مرة مرتين ثلاث مرات خمسين مرة ستين مرة مئة مرة استغفر حتى لو ذنب واحد لا تكتفي باستغفار واحد تتمكن أن تستغفر استغفر خمس مرات استغفر استغفر بالفعل أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الاستغفار باب الاستفعال يأتي بمعنى طلب الفعل الاستعلام يعني طلب العلم الاستثمار يعني طلب الثمر الاستغفار يعني ماذا يعني طلب الغفران اطلب اطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى هذا أولا ثانيا الأمور الثلاثة التي ذكرها المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الشريف الذي قرأته لكم في الأسبوع الماضي الحديث كان مفصل آخر الحديث الشريف الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بيّن ثلاثة أعمال سهلة هذه الأعمال توجب محو أثر الذنب توجب تطهير القلب من الذنب أولا الاستغفار ثانيا هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في محو آثار الذنب هذه ضربة قوية للنفس هذا النفس بصعوبة أسقطت كأنت المؤمن بعيد عنكم إن شاء الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في خسارة الإنسان يجبر هذه الخسارة بربح كبير يمحو آثار سيئة لتلك الخسارة هذا ثانيا ثالثا إن الحسنات يذهبن السيئات تريد أن تعاقب النفس التي أسقطتك في معصية الله عز وجل عاقبها بعمل حسن لاحظوا دقيقوا بعمل حسن من نفس المجال من نفس النمط وبنفس المقدار أو أكثر يعني ماذا يعني الشخص والعياذ بالله تعالى نفسه ضغطت عليه أن لا يقوم لصلاة الفجر فهتته صلاة الفجر صلاة الصبح بعد أن استيقى طبعا المؤمن يندم يرتكب هذه المعصية لأجل ماذا لأجل أن النفس قالت لا نم طبعا يقضي الإنسان هذه الصلاة هذا شيء صحيح طبيعي غير هذا غير قضاء الصلاة يقوم هذا الشخص يعمل عملا صالحا من نفس النمط يقوم ويصلي غير صلاة الصبح ركعتين صلاة مستحبة عقابا لهذه النفس شخص والعياذ بالله تعالى استمع إلى صوت محرم النفس أسقطته في خسارة يعاقب هذه الموظفة التي اسمها النفس بماذا بأنه يستمع إلى صوت يحبه الله سبحانه وتعالى عقابا لهذه النفس يستمع إلى مقطع موعظة الموعظة التي يحبها الله سبحانه وتعالى يستمع إلى مقطع ذكر مصائب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ويبكي عليه يستمع إلى مقطع لطمية يلطم على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في مصائبه يستمع إلى مقطع آخر يحبه الله سبحانه وتعالى عقابا وقس على ذلك غير هذه القضايا من القبائح والعياذ بالله الذنوب من نفس النمط عمل صالح من نفس النمط وبنفس الكمية والمقدار يعني ماذا بنفس الكمية؟ يعني مثلا القضايا لا تقاس بالزمن فقط كمثال أقول شخص استمع إلى صوت محرم إلى غناء مثله والعياذ بالله تعالى لمدة دقيقة أجبر عاقب هذه النفس أجبر هذه الخسارة بالاستماع إلى مقطع يحبه الله لمدة دقيقة أو أكثر يعني بنفس المقدار كمثال أقول دقيقة القضايا لا تقاس بالزمن كلها ولكن كمثال أقول دقيقة ارتكب الإنسان عملا محرما يعمل عملا صالحا جبرا لهذه السيئة لمدة دقيقة أو أكثر شخص أسرف في المال صرف عشرة دنانير في غير موردها أسرف عشرة دنانير أو أكثر في سبيل الله سبحانه وتعالى عمل صالح من نفس النمط وبنفس المقدار أو أكثر هذا ثالثا وأن لم تتمكن الآن لا يتوفر أمامك عمل صالح من نفس النمط اصنع أي عمل صالح الآن لا تتمكن أن تنفق أن تنفق في سبيل الله الآن لا تتمكن أن تستمع إلى مقطع يحبه الله اذهب إلى زيارة بريض اذكر الله سبحانه وتعالى اقرأ بعض الأدعية اخدم مؤمنا يعمل أي عمل صالح جبرا لذلك العمل الخطأ الذي النفس أسقطت الإنسان فيه هذا ثالثا الاستغفار الأمور الثلاثة التي علمها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لنا الجبر بعمل صالح من نفس النمط وبنفس المقدار أو أي عمل صالح هذا ثالثا رابعا هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها تقريبا مطلقة يعني في كل الظروف هذه الأمور الثلاثة مؤثرة مؤثرة في ضبط هذه النفس في معاقبة هذه النفس الأمر الرابع دقيق الأمر الرابع حساس يحتاج إلى برمجة دقيقة وإلا أحيانا ينعكس الأمر الرابع حرمان النفس من بعض اللذائذ المحللة هذه الموظفة عاقبها كيف تعاقبها؟ عاقب هذه الموظفة بالحرمان من بعض اللذائذ المباحة هذه التحتاج إلى برمجة تدقيق هذه القضية أحيانا البعض يستخدمها استخداما سيئا الأمور الثلاثة الأول عادة حسنة الاستغفار حسن الأمور الثلاثة التي علمها أمير المؤمنين لنا حسنة دائما العمل الصالح جبرا لهذا العمل السيء هذا شيء حسن أما الأمر الرابع الحرمان هذا أمر دقيق هذه الموظفة التي اسمها النفس أسقطتك في خسارة عاقبها كيف؟ بالحرمان من بعض اللذائذ اللذائذ المحللة تحب أن تأكل طعاما معينا لا لأنها أسقطتني في ذنب أنا هذا الطعام لا أكله بهذا القصد طعام محلل طعام لذيذ تحبه لا تأكله اليوم هذا الطعام كل طعاما آخر صوت مباح تحب أن تستمع إليه لا تستمع لهذا الصوت المباح صوت جميل لا أقول مستحب يستمع الإنسان إليه لا ليس مستحبا ولا واجبا ولكنه مباح بمعنى الأخص للمباح لا تستمع لهذا الصوت الحرمان من بعض اللذائذ إذا ضبط الإنسان هذه النقطة هذه النقطة مؤثرة أثرا كبيرا جدا جدا في ضبط هذه النفس وهناك قضايا وقضايا كيف تمكن البعض الذي كان قد ذهب مع هذه النفس إلى أبعد حد النفس كانت قد ركبته بأسرع سرعة كان يمشي مع هذه النفس كيف تمكن أن يضبط هذه النفس هذه الموظفة الخطيرة أن يؤدبها بهذه الطرق ملاحظة وحديث شريف أما الملاحظة في الأسبوع الماضي ذكرت دعاء يدعى به بعد صلاة الفجر صلاة الصبح من تعقبات صلاة الصبح صلاة الفجر ونسيت أن أذكر لكم المصدر الذي من الممكن أن يراجعه المؤمنون إلى ذلك المصدر أو تلك المصادر لتحصيل هذا الدعاء دعاء مختصر لعله لا يأخذ من وقتك إلا دقيقة أو أقل من دقيقة من تعقبات صلاة الصبح أين نجد هذا الدعاء الذي يحفظ هذا الدعاء يحفظه الذي لا يحفظ هذا الدعاء هذا الدعاء الكتاب المتوفر في المنازل الكثيرة كتاب مفاتيح الجنان كتاب الدعاء وزيارة هذه الكتب في بداية الكتاب الفصل الأول الباب الأول عن التعقيبات تعقيبات الصلوات هناك تعقيبات عامة لكل الصلوات هناك تعقيبات خاصة تعقيبات صلاة الظهر تعقيبات صلاة العاصر تعقيبات صلاة المغرب في هذا الفطل الأول أو الباب الأول من هذه الكتب في المقطع الثاني في التعقيبات الخاصة تعقيبات صلاة الصبح صلاة الفجر ليست كثيرة عادة أمور قليلة من جملة هذه الأمور هناك دعاء هذا الدعاء بدايته يختلف عن بداية كل التعقبات بدايته تحفظ بدايته بسم الله وصلى الله على محمد وآله اللهم أسأل على محمد وأفوض أمري إلى الله بسينا بالعباد إلى آخر الدعاء هذا الدعاء مكانه هناك في بدايات مفاتيح الجنان الدعاء والزيارة وأنثالهما من الكتب كتب الأدعية في الباب الأول أو الفصل الأول عن التعقبات في التعقبات الخاصة لا التعقبات المشتركة التعقبات الخاصة في تعقبات صلاة الصبح هذه الملاحظة أما الحديث الشريف الإمام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف الذي قرأته مقطعا منه لكم وهذا الحديث قرأته كله في الأسبوع الماضي في مقطع من هذا الحديث الشريف الذي قرأته لكم يبين أن ذكر الصلوات على محمد وآل محمد اللهم أصل على محمد وآل محمد من الأمور التي تمحوا آثار الذنوب هنا ثلاث مراحل في هذا الذكر الشريف ثلاث مراحل المرحلة الأولى أصل الذكر هذا الذكر له من العظمة ما لا يحصى أنا لا أقول ما لا يحصى في الروايات الشريفة ما لا يحصى أنا لا أقول ما لا يحصيه البشر أقول ما لا يحصى حتى من قبل الملائكة هذا الذكر آثاره لا تحصيها حتى الملائكة لا تتمكن أن تحصي ثواب عظمة آثار هذا الذكر الشريف هذه المرحلة الأولى أصلة صلوات أصل هذا الذكر الشريف المرحلة الثانية وليس كلامي أيضا عن المرحلة الثانية المرحلة الأولى فيها روايات كثيرة وليس كلامي عنها المرحلة الثانية أيضا ليس كلامي عنها المرحلة الثانية هي رفع الصوت بهذا الذكر الشريف اللهم صلى الله عليه وسلم في حديث شريف صحيح السند بسند عال بسند رفيع فرق بين العالي والرفيع هذا السند سند صحيح عالي ورفيع عن النبي صلى الله عليه وآله يقول ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق هذه المرحلة الثانية أيضا ليس حديثي عنها حديثي عن المرحلة الثالثة هذا الحديث الشريف الذي أريد أن أقرأه لكم يتحدث الإمام عليه الصلاة والسلام عن المرحلة الثالثة لهذا الذكر الشريف الحديث الشريف يرويه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب من لا يثره الفقيه أيضا بسند صحيح رفيع عن زرارة ابن عين عن الإمام أبي جعفرن الباقر صلى الله عليه وسلم قال أمر قال عليه الصلاة والسلام صلى على النبي وآله كل ما ذكرته اللهم صلى على محمد وآله محمد أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره اللهم صلى على محمد وآله محمد شاهدي بقية الحديث الشريف هذه المرحلة الثالثة أين في بقية هذا الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام وكل ما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان أجرك في ذلك أعظم اللهم صلى على محمد وآله محمد المرحلة الأولى أصل هذا الذكر المرحلة الثانية رفع الصوت بهذا الذكر الشريف المرحلة الثالثة كل ما يكون الصوت أرفع يسمعك عدد أكبر أثر ذلك أجر ذلك يتباعف أكثر اللهم صلى على ومحمد وآله محمد وآله محمد نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآله محمد بأسمائهم الشريف ببركات هذه الأسماء الشريف ببركات ما يرتبط بهم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم خدمتهم اتباعهم وفي الآخرة شفاعتهم وفي الجنة جوارهم إنك أرحم الراحمين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر